أسماء الأخرس لم تكن مجرد زوجة فقط للديكتاتور بشار أسد بل كانت طوال الفترة الماضية شريكته في كل الجرائم التي نفذها في سوريا لم تغب أسماء في الآوينة الأخيرة عن أي ظهور مع بشار باستثناء وجوده الأخير في روسيا لكنها كانت حاضرة في تصريحاته التي أثارت موجات سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بشار الأسد قال أن أسماء لعبت دورا فاعلا جدا في سوريا ولديها رؤية واضحة لظروف الحرب ومتطلباتها ما يؤكد أنها كانت شريكة له في كل الجرائم وما يدعم هذا القول تقارير دولية كثيرة أنه هي بترسخ أن الجريح قادر ومتمكن تسريبات جديدة كشف عنها موقع العربي الجديد فضحت خطة لأسماء غير معلنة تحاول من خلالها وضع يدها على كامل المنظمات والجمعيات الخيرية وإلحاقها بما يسمى الأمانة السورية للتنمية التي تشرف عليها وبالتالي على تحويلات المغتربين عبر قاعدة البيانات المزمع إنشاؤها من خلال منصة تشارك ليس هذا فقط بل أكد الموقع أن الأمانة السورية للتنمية برئاسة أسماء استولت وسرقت منذ بداية الثورة معظم المساعدات الأممية التي دخلت سوريا هذا الكلام ليس بجديد ففي تقرير سابق لوزارة الخارجية الأمريكية قال إن أسماء تمارس نفوذا كبيرا على الاقتصاد السوري من أجل مصالحها كما إنها استولت على جمعية البستان الخيرية التي كان يملكها ابن خالي بشار الأسد رامي مخلوف وكانت من ضمن المعاقبين بقانون قيصر بسبب انتهاكات حقوق الإنسان فضائح كثيرة طالت على أسد وتحدث عنها الإعلام ففي عام 2016 نشرت صحيفة The Guardian البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن جرائم النظام في سوريا وكيف كانت أسماء شريكة بتلك الجرائم وصفة إياها بسيدة الجحيم الأولى مشعار هو حقيقة بإرادتكم وتصميمكم أنتوا اللي عملتوا حقيقة